اشتركوا في القناة وباء صرفا وباعد عنا كل مكروه وأزل عنا كل الأسقام وداوي بشفائك مرضانا وامسح بحنانك أوجاعنا اللهم أخرجنا من الضيق إلى الساعة ومن الظلمة إلى النور اللهم آمين اشتركوا في القناة هو شيخ المجددين وسابق عصره كان له بعض الأراء الصادمة لبعض من علماء عصره فيه أمور كالنقاب والحجاب وتكسيد الأنبياء في الأعمال الفنية هو شيخ المجددين الشيخ عبد المتعال الصعيدي في مصر أرض المجددين تمثل محور المشروع التجديدي للشيخ عبد المتعال الصعيدي رحمه الله تعالى في إعادة قراءة النصوص وفي بيان قواعد هذه الإعادة أبويا الشيخ عبد المتعال الصعيدي أهم مؤلفاته كتاب المجددون من قرن الأول الهجري حتى القرن الرابع العشر الهجري وكان طول النهار يقعد يقرأ ويألف كما فعل في مسائل عدة تتعلق بعلاقة الرجل مع المرأة وبتجديد النحو وبمسألة الحدود رحم الله عبد المتعال الصعيدي رحمة واسعة فضيلة العالم الجليل السيد دكتور علي جمع أهلا وسهلا بحضراتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا بحضراتكم الرحلة بتستمر وتتواصل مع المجددين على أرض مصر وأنا أتوقف عند محطة فريدة في الآراء اللي صدرت من هذا الشيخ الجليل الشيخ عبد المتعال الصعيدي أولا ممكن حتى تقربنا أكتر نهادي الشخصية من الناشئة من ناحية العلمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الشيخ عبد المتعال الصعيدي كان مهتما اهتماما بليغا بالتجديد اللي احنا بنقول مصر أرض المجددين صحيح وكان مهتما به حتى من الناحية التاريخية ومن الناحية العلمية ومن الناحية العملية ومن الناحية الفكرية الشيخ عبد المتعال الصعيدي اتولد سنة 1894 يعني لما قامت صور التسعتاشر كان عنده 25 سنة وكان انتهى من الدراسة على الطريقة القديمة الرصينة بتاعة الأزهر الشيخ مات سنة 66 عن عمر يناهز 72 سنة الشيخ عبد المتعال الصعيدي رحمه الله تعالى كان من المشايخ القدماء الذي يستطيع أن يدرس في أي كلية يعني في اللغة العربية يدرس في الشريع يدرس في أصول الدين يدرس وهكذا وكان من الطرائف بالنسبة لي أنا شخصيا أنه شيخ شيخي يعني الشيخ عبد الله الغماري وهو شيخي مباشرة حصل على العالمية مرتين عالمية تسمى عالمية الغرباء يعني الناس اللي مش من مصر اللي من ماليزيا ومن أسيا اللي من إفريقيا أمي يخففوا عنهم شوية يعني يدرسوا حاجة تاخد بها شهادة أولية فدي عالمية الغرباء هو خد الشيخ عبد الله والعالمية الكبرى العالمية الأصلية بقى العالمية اللي هي العالمية العالمية دي كان ليها أوضاع معينة وهي إن تمانية كان الأول 12 يقعدوا يناقشوا فيه خمس ست ساعات كانت الأول تلات أيام تلات أيام آه يام الشيخ المهدي العباسي في أواخر القرن التسعتاشر كانت تلات أيام يقعدوا فيه بيت شيخ الأزهر كما أفاد ذلك صاحب الخطط التوفيقية علي مبارك باشا ويقعدوا بقى الثلاث أيام هما الطلبة وهم وكانوا اتناشر وكانوا يمسكوه يسألوا فيه ويشوفوه ويعملوا وبعدين يدولوا العالمية من أحد الدرجات الثلاثة ألف وبه وجيم الألف ده يدرس في كل العلوم وبه يدرس في بعض العلوم ويعينونها وجيم يدرس في علم واحد الرابع صائب بقى الرابع يعيد يروح يعيد الكلام ده طبعا عبالمجينة بقى سنة 25 وكذا إلى آخره اتغير وبعدين الشيخ عبدالله القماري موليد 10 يبقى إذن الشيخ عبد المتعالي الصعيد أكبر منه ب 16 سنة أستاذه على طول فامتحن ومع كان الشيخ بسيوني زغلوله والشيخ يعني كان مجموعة من المشايخ امتحن الشيخ عبدالله القماري وعطوله العالمية ومن أول مر فيه مسابقة عملتها الدولة اسمها يعني اتكلم عن الأزهر الشريف فألف رسالة في هذا المجال وتاريخ الأزهر ألف في تاريخ الأزهر ولما ألف في تاريخ الأزهر بدأ يضع برنامجا لتطويره وتجديده الأزهر كمؤسسة وكنظام تعليم الأزهر كمنهج الأزهر كمؤسسة تعليمية الأزهر كفكر الأزهر كمستقبل عمل حاجة غريبة جدا وهي التجديد في فهم النصوص وده يخلينا نقول انه هو ابتدى يتكلم في منحة العلاقة بيننا وبين التراث جاب حاجات جديدة قابلة للمناقشة والصوت نفكر نشوف وإحنا بنستعرض دلوقتي مش معناته إن أنا مؤيده ولا معارضه ده مش القضية كده القضية إن إحنا بنسلط الضوء على الجانب التجديدي إله يعني إيه تجديد فجي في مسألة الحدود وكان له رأي غريب ما خطرش في بال السابقين إيه الرأي ده قال طيب اقروا الآيات كده الآيات دية لما تيجي تقراها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وتقرأ كده ما تلاقيش فيها كلبة تلك حدود الله تلك حدود الله ذكرت في حق الستات وضيعت حقهم تلك حدود الله ذكرت في الصيام في العبادة تلك حدود الله ذكرت في الطلاق لكن ما ذكرتش هنا تلك حدود الله طيب ما تيجي نوسع كده شوية أنا ما بقولش إنه الحدود دي غلط ولا بتاع هو بيقول ما بقولش الحدود دي غلط ولا حاجة أنا بقول اقرأ الآيات وحدها كده وبعيد عن أي تأثير آخر فهتلاقي إنه بيقولك فا يعني إيه فا دي يعني ما بعدها يمكن أن يكون للإباحة مش للتعقيب والسرعة مش للوجوب ومش للوجوب ومش للوجوب فاقطعوا ها يقولك السارق والسارقة على فكرة يستحق قطع إيديهم واخد بالك إزاي لكم أن تقطعوا أيديهما لو قطعتم أيديهما مش هتغضبوا ربنا لأنه ارتكب جريمة تخلي بأمن المجتمع وسلامه فظيعة جداً ويجب علينا أن نفهم أنها فظيعة جداً لكن لما يأتي الحاكم وينظر إلى أن قطع اليد ده مش مناسب ليه مش مناسب؟ لأنه فيش قاضي مجتهد القضاء ما بقوش شريح القاضي المجتهد وعلي بن أبي طالب وأبو يوسف القاضي تلميذ أبو حليم ما مش بنش بالمستوى ده نمر اتنين الشهود ما عدوش الشهود اللي هم أن إجابة شهادة يعني عليها عمر بن الخطاب وبو بكر الصديق ويكون الناس الأكابر لا في التلقي ولا في الزم حد في الشهادة ربنا أمرنا اضراء الحدود بالشبهات يبقى إذن لما يجي حاكم ويقول يا جماعة الحدود دي لأنها مباحة أنا مش هاخدها وهاخد بعقوبات أخرى راضعة تؤدب المجرمين وتعاقب الجريمة فماشي ما يجراش حاجة ما يبقاش خالفنا لأن أنا شايف أن الحدود مش إنها عبارة عن واجبات ينبغي أن تكون لا الحدود عبارة عن آخر ما للعقوبة أن تكون طيب واضح أن هذا الرأي أصار موجة الله أعلم من ردود الأفعال حصل 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 إلى مرتبة تكفير طيب أنا محتاج أسأل حضرتك الحقيقة في الإطار دا لأن اللي كان لشيخ عبد المتعالي الصعيدي أراء الحقيقة محتاج أن نقف عليها بأن النقاب يرفض النقاب وأنه ليس من الإسلام يبيح تكسيد الأنبياء على الشاشة فكرة أن الحجاب أمر مطروك للرجل وزوجته هم يقرروا الحجاب من عدم فالحقيقة لا محتاجين نقف علي هذه الأمور ولكن بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا موسيقى إذا أردت أن تجد مكانا يحمل اسمه صفات أهله وأطفاله حاملون لكتاب الله موسيقى فأنت داخل قرية النقاب بمحافظة الدقاهلية مصقة رأس الإمام محمد عبد المتعالي الصعيدي فمنزل الإمام داخل القرية لا يزال يلقى اهتمام كل أبنائها ذلك المنزل العريق بطرازه الفريد وبساحته التي شهدت الكثير من المحافل للإمام الصعيدي تطرح بالخير طوال العام كان المضيحة بتاعة العمدة اللي هو نسيبه الشيخ سعيد الكامل كنا كل اللي بيجي بيجي يحضر دروس علمية والكل ده ماشية مبسوطة وهو كان راجل متواضع جدا ومن قرية النجباء إلى مدينة طنطا بمحافظة الغربية تلك المسافة البعيدة التي كان يقطعها الإمام محمد عبد المتعالي الصعيدي في رحلاته للعلم داخل أعرف الصروح الأزهرية في المسجد الأحمدي بمدينة طنطا الذي حصل منه على الإجازة وشهادة العالمية برحل بفضيلة العلم الجليل وسيد دكتور علي جمعة أهلا بحرك مرة أخرى مولانا أهلا وسهلا بكم الحديث مستمر حول أراء الفضلة الشيخ عبد المتعالي الصعيدي التجديدية في وقت الحقيقة شديد الصعوبة في أنه يتقبل هذه الأراءة فكرة أنه يسمح بتكسيد الأنبياء على الشاشة مش عايز أقول تعطيل حد قطع اليد أو حد السرقة ولكن زماناك تفضلت بشرقه قبل الفاصل فكرة أن الطلاق لا يقع إن كان شفاهيا ولكن لابد أن يكون مكتوبا للزوج والزوج الحق في تحديد ارتداء الحجاب من عدمه إزاي جمهور العلماء في الأزهر تقبلوا هذه الأراءة وقتها خصوصا أنه وصف نظام الأزهر وقتها أو نظام التعليم في الأزهر بأنه عقيم هو في الحقيقة في بعض الأشياء مفهومة حتى خطأ عن الشيخ عبد العبد المتعالي الصعيدي وفي بعضها صحيح وناتج من إعادة قراءة النصوص بناء على البيئة وبناء على اللغة وبناء على المصلحة إلى آخره يعني هو بيتكلم في أن حكاة الحجاب دي هو لا يقصد الحجاب المشهور من ستر العورة إلا الوجه والكفين وكذا إلى آخره وإن كان هو كان مع كثير من علماء الأزهر أنه يرى كما يرى الإمام مالك أن النقاب لا ترتديه المرأة إذا كان أهل البلد لا يرتدونه لكن هو الحجاب الذي يتكلم عنه هو الوقر في البيت كان في هذا الزمن أغلب الستات مش طلعة للعمل مظبوط تطلع ولا ما تطلعش وإذا طلعت يبقى لها نفقة ولا مالهاش وإذا طلعت تبقى تطلع غصبا عن جزها ولا تطلع بالاتفاق مع جزها تمام طيب نعمل إيه؟ قال لا ده باتفاق بنا وبين زوجها زوجها يرى إنها تروح تعمل وتساعد في المعايش وإنها تخرج علشان تعمل أما الحجاب اللي هو إنها سترة جسدها دون وجهها وكفيها فدي قضية تانية خالص ولم يتعرض لها وتعرض للنقابة لكن لم يتعرض لقضية حجاب المرقى المسلمة الذي هو اللبس إنما بيقول وقرنا في بيوتكنا ده حجاب أيضا لأنه بيقول إن أمهات المؤمنين ما حد تشوفهم وإذا أردتوا أن تسألوهن فاسألوهن من وراء حجاب يبقى إذا شوفوا وسألوهن من وراء حجاب يعني من وراء حيطة من وراء استارة فالنقطة دي لا مش هينفع التلساء اللي زود طب الطلاق الشفعي الطلاق الكتابي الطلاق الشفعي لا هو ما قالش على الطلاق الشفعي أنه لا يقع هو عايز يخطو خطوة في الاختيار الفقهي وهو أن الطلاق نتبنى من ذهب إلى أنه لابد فيه من الشهود فأنا عايز أطلق يبقى أجيب الشهود الأقل فعبال ما أروح أجيب الشهود والشهود تقولي ليه هتخرب البيت ده فيه أولاد ده ست معلش أخر مرة هتعمل يعني فاهموا كده ما يعقد عامل زي عقد الزواج زي ما بدعوا الناس لعقد الزواج ونرتب وناخد مواعيد يبقى كذلك الطلاق وهو عقد يأخذ حكم الزواج لأن ده عقده ده عقد اشمعنا بقى واحد في فورة الغضب أو في نزوة أو في خناءه وبعدين يطلق ويبقى نأنول لا الطلاق عقد يحتاجه إلى شهود كما أن الزواج عقد يحساجه إلى شهود فهو بيتكلم على النقطة دي وهو تباني ودخال به أئمة والأئمة دول بيقوله أنه عقد فيحتاجه إلى شهود يؤيد هذا بقى صورة الطلاق نفسها لأن صورة الطلاق لما جينا بالقاية الطلاق لقينا الشهادة موجودة قال طب ما ناخد دي وبدل ما نخليها زي الأئمة الأربع ما بيقوله أنها استحباب نخليها وجبة يبقى إذن هنحل كثير جدا من قضايا أنا قلت لها أنت طالق وهي قالت لي أنت طالق مش عارفه طلقني طلقني إلى آخر بس كان سابق عاصره في هذه القضايا فالاختيار الفقهي هنا حتى ينفعنا غير دلوقتي فأنا بقول أن إحنا لو خدنا الشهادة كركن من أركان الطلاق يبقى هنقوله آه الشفاو هيقع وكل حاجة لكن هذا الشفاو الذي سيقع يحتاج إلى تأني فرصة لالتقاط الأنفاس الستة اللي بتقوله طلقني طلقني دي يقول لها أنت طالق تنشوف بعتني من أقرب طريق واتعيط طيب الحدود كان في قضية بقى ومحاكمة في الأظهر بس قالت إلى مفيش مفيش آه يعني هي قالت إلى أنه ده رأي ناتج من تداولات وكذا وحفظ التحقيق في هذا الشأن بالرغم أن أحدهم كان يكفرهم كان في حد يكفره في اللجنة واخد بالك لكن لم يستطع بعد سمع كلام الشيخ وترتيباته الفقهية الأصولية إلا أن يقول لا هذا رأي معتبر لأنه لم يخرج عن قواعد ومناهج التي ورثناها وعرفناها لدين الإسلام طيب آخر حاجة تكسيد الأنبياء على شاشة من أراء التجديدية هل ده كان صحيح؟ أو هل الطرح ده الطرح منه؟ الطرح ده ما هو قائل به أيضا بعض علماء المسلمين أنه الأنبياء ولكن ده مخالف لما عليه بمهور علماء الأزهر اللي هو أنه نمثل ليه؟ يعني مثلا نمع علماء العراق وإيران وكده بيقولوا مفيش بأس زي الشيخ عبد المتعال لكن الفكرة إيه في ما قولت مجمع البحوث وهي كبار العلماء أنه ده ممنوع أن الممثل بيحاول أن ينقل صورة تبقى صورة ذهنية لدى المتلقي لدى المشاهد طب هذا الإنسان اللي هو النبي له جهتين جهة شايفها الناس وجهة تانية هو نفس الممثل ما أعرفهاش وهي علاقته بالوحي هيمثل إزاي بقى؟ مش هيعرف يجيبها مش هيعرف إيه هو إحساس الوحي لأنه أمر خاص بهؤلاء فقط طب هيعملها إزاي دي بقى؟ وهو يتلقى الوحي ومن هنا سيكون نقلا ناقصا كاذبا في ناس هي محل أسوى حسنة ومحل تلقي ومصدرية ومن هنا الخطورة حضرتك أنا بعد كده المصدر بتاع الممثل ده ما هواش الحقيقة الواقعية النبوية كلام ده في ممتال أهمية والكلام ده له علاقة بعلاقة الإنسان مع ربه لأن علاقة الإنسان مع ربه جعلت ده مفتاح لهذه العلاقة بيقوله إيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بيقوله إيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بيقوله إيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دخول الممثل في الوسط يبقى هيضيع للجانب ده وأنا مش عايز زلودية أنا شكر لفضلتك يعني هذه المعلومات القيمة والسريحة والشخصية فريدة فلد الشيخ عبد المتعالي الصعيد شكرا جزيلا فلدكتور رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه يا رب يا رب الله معمد شكرا لحضرتك وشكرا الموصول لحضرتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة الشماتة في موت الخصوم المختلفين معك فكريا انتشرت في الفترة الأخيرة هذه الظاهرة التي لم تكن في مجتمعاتنا من قبل فالموت عبرة ومصيبة قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت فلا يجوز فيها الشماتة ولا يجوز فيها التشفي يقول الإمام الشافعي كلانا غني عن أخيه حياته فإن نحن متنا كنا أشدة غانية اللهم أدم علينا نعمتك وسترك ووسع علينا أرزاقنا ولا تضيقها علينا يسر أمورنا وغيوبنا أدعوك يا ربنا أن تقربنا إلي وأن تستجيب دعاءنا وأن تفتح علينا فتوح العارفين بك ترجمة نانسي قنقر